موسيقى سابق إهود براك وهل سيعود إلى المنافسة على رئاسة الحكومة وإذا عاد كيف ستكون الصورة عندها حول هذه المواضيع وغيرها نتحدث مع ضيف في الستوديو السيد صالح طريف الوزير السابق من حزب العمل السيد صالح طريف عمليا حزب العمل في تراجع كبير في الاستطلاعات هذا الأسبوع جرى الحديث عن تراجع عن أكثر من عشرة مقاعد هذا صحيح تكلمت عن بعض الأشياء التي أدت إلى هذا الوضع وأولا يجب أن نذكر بأن جابي جاء ليترائع حزب العمل يعني بعد فشل هيرتسو كرئيس المعارضة لم تكن معارضة وعمليا وجود جابي كرئيس الحزب وعدم وجوده كعضو برلمان فهو ليس رئيس المعارضة وهذا أدى أولا بأن لبيد الذي زاد من ظهوره داخل البرلمان بأن يحصل على الكثير من سميها اللايكات من الشارع الإسرائيلي نتيجة لمعارضة في أمور يعني تهم اليسار الإسرائيلي مثل مواضيع السبت والمواضيع الدينية التي يفرض فيها المتدينين خاصة الحاردين على الشارع الإسرائيلي عدة أشياء وموضيع أخرى وعلى هذا الأساس فهذا التقاه قرجاء من هذا الموضوع أولا كونه عدم لا يستطيع أن يتكلم في البرلمان ورئيس المعارضة له حسب القانون وحسب الأصول إمكانية للظهور متى يشاء وهناك يعني معطيات وأشياء قانونية تمكنوا بالظهور بشكل صحيح داخل البرلمان وخارجه الشيء الذي كذلك يعني حصل بأنه تصريحات جابي يعني أنا شخصيا لم أتقبل والكثير غيري تصريحات جابي في موضوع الاستيطام هو يقول لماذا يجب أن نسحب الاستيطام حتى إذا كان هناك سلام تصريحات كهذه تصريح حول القدس مثلا بأن حتى من أجل السلام يجب أن لا نتنازل عن القدس كعاصمة موحدة وإلى آخره كل هذه الأمور جاءت بجابي إلى موقع هو موقع في اليمين الإسرائيلي ولكن سيد صالح هل داخل حزب العمل الموضوع الكدس هو الموضوع الحارق حتى داخل حزب العمل هل هناك نقاش حول مستقبل الكدس أم أن هناك إجماع داخل الحزب بأن الكدس ستبقى عاصمة الإسرائيل في حزب العمل لم يكن إجماع ولا مرة أنا كنت في حزب العمل عندما كان فيه رابين وبيريس قطبين كبار الأول أكثر من المركز وهو رابين والأكثر يسارا من المركز واثناتهم في المركز هو بيريس وكان نقاش حول مواضيع أساسية الرجوع من الجولان حل في موضوع القدس الشرقية وإلى آخره وأنا أريد أن أذكرك بأن إهد بيراك طرح أمام الفلسطينيين وأمام ياسر عرفات وأنا كنت هناك حلا يرضي الأطراف اليوم أصبح خياليا حتى في مواضيع القدس حل بموضوع القدس جريء جدا لكن في قضية البلد الكديمي وهذا ما تفجرت عليه المفاوضات كان يريد بيراك أن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية كان هناك أنا أعلم ما كانت التفاصيل واليوم كل شيء ينشر والتفاصيل كانت على أنه للفلسطينيين كانت يمكن أن تكون عاصمة بأقسام من القدس الشرقية أقسام ولم أقول اتفاق ولكن كان هذا الطرح يمكن أن تتفاوض عليه يعني هذا اليوم يختلف بشكل عام عن أن القدس هي عاصمة واحدة يمكن التكلم عنها هذا بضع يختلف ولكن سنعود نعود أولا نقول بأن جابي قد فشل وهو يعلم ذلك واجتمعت به قبل يومين فقط في تل أبيب وهو يعلم بأنه خسر أصوات يعني داخل حزب داخل المقطع السياسي والقطاع السياسي من المركز إلى اليسار ولم يحصل على شيء من يمين أعتقد بأن الكثار من مصوتي حزب العمل أرادوا التغيير بأنهم جاءوا بشخص قيادي جاء من القسم الاقتصادي ويهودي شرقي كي ينافس نتنياهو كي يحصل على أصوات لم يستطيع الآخرين يحصلوا عليها وأنت تعلم بأن حزب العمل هو حزب من العليد تل أشكنزيت ولكن هو يعني آفي قبا يجاء من اليمين واضح أنه كان ينتمي إلى الليكود وعماليا هو أراد أن ينافس الليكود أو ينافس بن يمين نتنياهو من هذا الموقع من هذا الجانب أراد أن يكون لكود بالي ذلك صرح أو يعني أولا تسرح ضد العرب يا إيرلابيد يجب أنه ذكرك بأن أبوه كان يمين اليمين ويا إيرلابيد لم يكن ولا مرة من اليسار ولكن ما يفعل إيرلابيد هو الآن من اليمين أصبح ما يعمل ما يصنع إيرلابيد بأنه عندما جاء موضوع سياسي لا يتكلم هل سمعت مرة إله رأي في موضوع سياسي مطروح حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لم تسمع إله أي رأي صحيح ولكن السؤال سيد صالح جرى الحديث عن حوالي 8000 منتسب إلى حزب العمل جرى سحب العضوية أو انسحبوا من عضوية حزب العمل خلال الشهر الأخير أو الشهرين الأخيرين واضح أنك أيضا داخل الحزب ومن كلامك أيضا هناك في نقاش مع آفي قباي السؤال هو ماذا بعد يعني كيف من الممكن التعامل مع آفي قباي وهل يمكن تغيير آفي قباي أولا بدي أذكر كل شيء ممكن في السياسة أولا كل شيء ممكن أنا أتذكر عندما فاز فؤاد بن العزر بن يمين بن العزر فؤاد وعندما طلعت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات ظهر بأنه لا يمكن أن يحصل على إمكانية وقوة فقاموا بإجراء انتخابات تمهدية قبل الانتخابات العامة ونجح مين ميت سنع لكان رئيس بلية حيفا كل شيء ممكن إذا لم يستطع إجابي وهناك نحن نتكلم الآن سنتين قبل الانتخابات ما يظهر الآن بأنه نتنياهو عندما يجيء بميزانية 2019 كي لا تكون له أي عقبة بأن يستمر حتى الانتخابات القادمة بتعرف إقرار الميزانية وعدم إقراره هو يهدد إمكانية وجود لإتلافه وعدمه أو يبقى الحكومة ولهذا أنا حسب رأي الانتخابات لن تكون لا هذه السنة سنة 2018 إلا في أواخر في حال تحقيقات في موعدها المحدد في حال تقديم لأحد اتهام ضد نتنياهو في حال تقديمها ويشل الحديث أنه خلال شهرين أو ثلاثة يعني إذا سألتني هل ستقدم لأحد اتهام بهذه السرعة ضد نتنياهو وجوابه وقطعا لا توصيات الشرطة توصيات الشرطة إذا كان هناك في أمل وحيد كان هو مشيك أحلون وحزبه بأن يقول لن نبقى في الحكومة إذا كانت توصيات بلائحة اتهام ضد نتنياهو ولكن أعلم بصراحة قبل أسبوع بأنه في هذه الحالة سيبقى في الحكومة ولا يتلاف وأنه سينتظر قرار مستشار القضاء للحكومة يعني يجب أن نعلم بأن القضاء في إسرائيل يأخذ وقت والمستشار القضاء وهو صاحب القرار قد عين من قبل نتنياهو صحيح أنه كذلك قائد الشرطة عين من قبل نتنياهو لكن الشرطة أخذت مجراها بدون أي تلون ولكن أنا أرى صعوبة جدا في أي قرار لمستشار القضاء بشأن نتنياهو في المواضيع المطروحة إذا أخذنا موضوع الهدايا والسيجار والشامبين وإلى آخره فهذا المواضيع لن يسقط نتنياهو بسببها وأنا شفت بأنه أبعده عن موضوع الغواصات منذ البداية وأبعده حتى من موضوع آخر لم يحقق معه هو كان بإلحاح وزير الاتصال ولم يعطي أي آخر من حزبه أن يكون وزير مكانه إلا بعد قرار محكمة العديل العليا وهناك تحقيقات صعبة جدا وعميقة جدا في هذا المجال ضد المدير العام الذي كان معاه ولم يحقق مع نتنياهو حد الآن يعني أنا أرى بالموضوع حتى ما رشحة من هذه التحقيقات يعني التحقيقات التي ملف كمال مالكة دعوة إحرانوت أنه حتى المسؤول قضاء الحكومة غير معني بالدخول بتفاصيل أكبر في هذا الموضوع أنه سيفتح كل المجال أمام علاقة رجال السياسة مع وسائل أقول إلك هذا الموضوع سيتم غلاق الملف يعني أنا حسب رأيي نتنياهو سيعبر إلا إذا حصل تطور ما أنت تعيش في دولة تطور فيها كل يوم يمكن أن يحصل إلا إذا حصل التطور وكان هناك إثبات قاطع لا يمكن المستشار القضايا أو من يكون بأن يتجاهلوا ولكن في هذا الظرف نتنياهو قائم موجود وهو قوي وهو اليوم السياسي الأكثر الأكثر خبرة في الساحة الإسرائيلية طبعا أنت قلت أنك قبل يومين اجتماع ولا ما أقول دعنا نلخص هذا الموضوع إذا تكلمنا عن انتخابات بعد سنتين فالمجال واسف ووضع ووضع كل شيء يجوز أن يتغير ولكن أنت قلت أنه يعني اجتمعت مع رئيس حزب العمل الجديد أفيقاب باي قبل يومين أمام هذه التطورات أمام هذا التحليل الذي تقول أنه حتى من يمين نتنياهو سيبقى في رئاسة الحكومة يعني كمان سنتين والانتخابات لن تجري إلا في موعدها إذن يعني ماذا يقول أفيقاب باي حسب الوضعية الحالية لحزب العمل برئاستي شوف تاريخيا حزب العمل لم يستطيع أن يفوز أو أن يتغلب على اليمين الإسرائيلي إلا إذا كان قائده جنرال هكذا حدث مع رابين حتى بعد قولدمير قبل المهباخ التغيير اللي كان سنة 77 وهكذا حصل مع براك إهد براك وإذا تركت هذول كانت حكومات حدى وطنية وتناوب وإلى آخره عمليا هذا ما حصل وأنا حسب رأيي وخبرتي السياسية لحتى الآن لا قابي ولا أي شخص ممكن من أراد من القيادة الأشكنازية لحزب العمل أن مرة أخرى يمتحن موضوع القائد الشرقي لحزب أشكنازية هل يمكن أن يربح فهو يعني يصير إحباط عنده بسرعة صعب جدا صعب جدا تغيير موازين السياسية قابي يقول الآن بأنه حسب استطلاعات الرأي الموجودة في إيده بأنه إذا جاء ببني جانس الذي كان القائد العام للشيش رئيسة الأركان السابق نعم فإن الوضع سيكون بأن حزب العمل سيصل حتى 27 إلى 28 يعني من 27 إلى 28 كورسي في البرلمان وهذا معناه تغير جدري بين 12 إلى 16 الحزب العام في رئاسة جباي في حال اتفق مع رئيسة الأركان السابق جانس سيكون حزب العمل حاليا حسب الاستطلاعات هو 27 إلى 28 مقعد؟ نعم ولو سألتني وهذا صحيح رجل واحد بغير 10 مقعد؟ أبداً أبداً هذا ما حصل مع انظر ما حصل مع تي بي ليفني مع بوجي هيرتسوغ كانت كمان هناك استطاعات رأي متديني ولكن أربعة شهر قبل الانتخابات وصلوا الى اتفاق وصلوا إلى 25 هل من ممكن أن يأتي هل ممكن أن يأتي جانس إلى حزب العمل؟ برئاسة جباي؟ إذا سألتني عن جانس جانس موقعه السياسي أو توجهه السياسي هو حزب عمل أصله وأساسه وأغلب العسكريين انظر ما يحصل في إسرائيل أغلب العسكريين والقادة الأمنيين إن كان من الشباك إن كان من الموساد حتى وقادة الجيش يتجه بعداً إلى العمل وإلى المركز يساراً وليس إلى اليمين أغلبهم حتى إن بوغي يعلون الذي كان مع الليكود يرجع الآن ويقول ما يقال الآن بأنه سيكون مع لبيد وليس مع حزب يميني آخر على هذا الأساس أرى بأن هذا الأمر واقع ونحن نتكلم يعني بوقت كبير قبل الانتخابات وإذا أرادوا أن ينجحوا فهذا سيحصل يعني سيكون هناك حركة أو سيكون هناك أي اعتلاف سيؤدي إلى التغيير وإلا لن يستطيعوا أن ينجحوا بحسب تقديراتك أفي قباية سيبكى في لقاسة حزب العمل أم ستجري ومعروف عن حزب العمل في لحظات معينة ينقلب على رئيسه حتى لو كان في حينه كان شمعون فيرس وفي حينه كان حتى أهد براك وثناءت على أهد براك واستقال نتيجة لدخول لبرمن وإلى آخره يعني بدايته كانت بداية جدا سليمة وهو يتمتع بذكاء خارق وإنسان يعني له موقعه له موقعه السؤال هو أنه هل يستطيع أن يسبح في هذه الدوامة الصعبة ليس فقط داخل حزب العمل بل في الحركة السياسية الإسرائيلية هل يستطيع أن يجيء بناخبين من اليمين الإسرائيلي أن يقلب هؤلاء المتين ألف ناخب بحاجة إلون ليغيروا الحلبة السياسية من اليمين إلى المركز يسار من أربع إلى خمس مقاعد هاي كل السؤال هذا السؤال المطروح إذا استطاع فإنه يعني هذا الوضع قائم بسهل الانتخابات في إسرائيل وانت تعرف هي ليست في أواخر أربعة خمسة أشهر يعني عمليا يجري حسم أو دعني أقول اتجاه الحسم في الانتخابات ولكن الانتخابات تجري قبل سنة أو سنة ونصف من الآن عمليا هناك تأفف داخل حزب العمل من آفيا باي هل هذا التأفف سيؤدي إلى في نهاية الأمر الانكلاب على آفيا باي حسب رأي حسب تقديراته حسب تقديري الآن لا ولكن حسب رأيه سينتظروا حتى يعني مطلع آخر هذه السنة يعني من النصف الثاني إلى سنة 2018 ليرو يعني ما سيقوم يعني شو نتائج يجيب فيها جاب يقوم بحملة واسعة في البلاد من محاضرات ولقاءات السؤال إلى أين سيصل هل تتحسن يعني استطلاعات رأيك هل سيقوم بأشياء قد تغير النظرة إليه كل هذه الأشياء هي التي ستقرر مكانته وليس فقط إنما تقرر المستقبل القريب بالنسبة لتغير سياسي ممكن في إسرائيل يعني نتنياهو سيصاب حتى إذا لم يستقيل أو لم يقال ولكنه ستكون به إصابة ليست سهلة بالنسبة حسب من سيكون أمامه صحيح؟ طبعا السؤال من سيكون أمامه حسب رأيي الآن في الوضع الحالي لا أحد يستطيع منافسة نتنياهو حسب رأيي ولكن يجل الحديث مثلا عن أهد باراك يجل الحديث عن أهد باراك وكأنه أهد باراك إهد باراك قادر إهد باراك فشل أول فترة سياسية لأنه لم يكن رجل سياسة كان رجل عسكري وهكذا تصرف ولكن كان أستطيع أن أقول أن إهد باراك من جلسات الكثير معاه في الفترة الأخيرة إهد باراك يتطلع إلى تغيير الحكم والقضية بأن يهد باراك قابل بأن يقوم بأي شيء وأن يكون ليس حتى فقط نمبر ون الأول لكي يحصل هذا التغيير هو يرى ذلك مهم لمستقبل إسرائيل هل هو يقول أنه على استعداد بعد أن كان رئيسا للحكومة طبعا أن يكون رقم تنين في أي تحالف أو في أي وضعية معينة داخل تحالفات حزبية هل ممكن أن يكون رقم تنين مع اللابيد؟ إسمع أنا أقول لك شيء أقول شيء مع اللابيد لا لا لأنه لابيد هو مش من الجسم الطبيعي لمابايد تاريخية هناك أنت عارف زي العائلات عندهم يعني بالنسبة الأحزاب يعني اللذين من صلب زي الحزب الشيوعي في الوسط العربي الحزب الجبهة يعني هناك من صلب الحزب فلابيد هو يعني جسم غريب مش من داخل الحزب ولكن هو من المعسكر من المركز يسارا ولكن باراك حسب رأيه هو صرح بأنه لن يقبل طبعا هو يريد أن يكون القائد الذي يقود هذه الحملات لا بس أنت في اتصالات مع باراك أنا أقول لك توقعاتي هل يكبر أهد باراك أن يكون رقم 2 مع أفي قباي؟ من صلب الحزب الذي كان ينتم إليك إذا كان الظرف مؤاتيا وأهد باراك يرى بأن جاباي هو قادر على خلق تغيير فنعم بس إذا أفي قباي يكون وعلى استعداد أن يكون رقم 2 عند يعير لبيد فهل أهد باراك على استعداد أن يكون رقم 2 عند جاباي؟ فهذه أحد الأخطاء الاستراتيجية الصعبة لجاباي هو اعترف مسبقا أنه ليس المنافسة إذا صرح منذ البداية بأنه يمكن أن يكون نمرة 2 للبيد فالجمهور توجه إلى لبيد إذا لماذا هذا المنافس؟ فهذه استراتيجية يعني ليس فقط أنه غلطة مأساوية إله بالنسبة إله وعلى هذا الأساس يعني اليوم لو سألتني عن إهد باراك إهد باراك لن يقوم بهذا الخطأ إهد باراك أذكى من أن يخطأ مثل هذا الخطأ هو جريء ولكن لن يقوم مثل هذا الخطأ هو يريد أن يشكل اتلاف كبير من كل المعسكرات حتى إذا كان ممكن الحوار مع كحلون مستقبلا تعرف أن كحلون لا يمكن أن يؤتلف مع جاباي جاباي كان من حزبه وتركه وخانه وإلى آخره ليبرمان لا يمكن أن يكون مع جاباي ولكن ليبرمان وكحلون ممكن أن يكون مع إهد باراك إهد باراك شخصية قيادية من الدرجة الأولى في البلاد وكل خلفيته العسكري والأمنية للدولة هذا معروف لذلك الوضع يختلف إذا سألتني وضع الجماهيري لباراك اليوم متدني طبعا والسؤال ما سيحصل حتى داخل حزب العمل حتى لو فكر بالعودة إلى حزب العمل هناك نفور من باراك داخل حزب العمل ولكن ما يبعث الأمل عندي هو بأن هناك وقت كبير حتى الانتخابات التغيرات التي تحصل الآن لن تكون من ناحية الجمهور الإسرائيلي بصالح اليمين أكثر لأن اليوم اليمين مضغوط من قبل المتدينين الأصوليين الذين يجيءوا بقوانين خانقة للشعب الإسرائيلي اليهودي إن كان موضوع السبت وموضوع أخرى والموضوع الديني الصعب الذي يعني يريد أن يقيدوا الناس حسب أصولهم وعلى هذا الأساس كل هذه الأشياء قد تمث باليمين الذي كان يقوى بتاريخ من اليمين سأتي على السؤال الأخير ما الفرق بين باراك أو غير باراك وبين يمين نتني وفي السياسة بين الليكود وحزب العمل في السياسة وأنت قلت أن الرئيس حزب العمل صرح هو يمين أكثر من الليكود يحاول أن يكون ليكودي أكثر من الليكود ولكن دعنا أقول كالتالي يعني روليتة المنافسة داخل الأسكريين السابقين الألمنيين قيادات الجيش هي في تصاعد حالياً يجري الحديث عن جانس يجري الحديث عن إعلون موزير الأمن السابق الحديث عن أهود باراك ضمن هذه الصورة وأنت مرة أخرى أنا أعرف أنك في الصورة أنت كيف ترى الوضع بعد حوالي ستة أشهر؟ شوف لا أستطيع أن أتنبأ كيف سيكون الوضع ولكن أستطيع أن أقول لك بأن الكثير من رجال القيادين الأمنيين الإسرائيليين يروا بأن مستقبل إسرائيل ظالم يعني أنا أحكي من خلال التحالفات تحالفات لا 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 في قسم يرى مستقبل الدولي عندهم مرجعية أمنية وعندهم مسؤولية تجاه الدولي فيعني اليمين الإسرائيلي لا يريد أن يرى الفلسطينيين من متر لا يريد أن يرى أي حل للموضوع الفلسطيني وأغلب الشخصيات التي ذكرتها الأمنية تقول أن عدم وجود أي حل مع الفلسطينيين هو أمر خطير بالتقبل الإسرائيلي غانس واحد منهم غانس واحد منهم ولكن أهود باراك يختلف أهود باراك يقول لا شريك فلسطين قال هذا عندما كان قائد عامل الجيش يعني في الأواعد العسكرية في بديل العسكرية إهود باراك لا بيني غانس أنا يعني بعرفه شخصيا بعرف أفكاره ولهذا أنا أقول يعني مش كل شيء لعبي في هناك أفكار صحيحة وتحت هذا الإطار يعني كل هاي الشخصيات القيادية العسكرية لابد إنه إذا التحمت سيكون لهاتف يعني هل يمكن أن تأتلف مع بعضها طبعا في حزب واحد أو في تحالف واحد رغم واضح أن كل واحد عنده ما يسمى الإيجو أنا أرى هذا السيناريو قائم وممكن برئاسة من؟ لا أستطيع أن أقول الآن ولكن كل هذه القياديين يمكن أن تتنازل عن الإيجو الشخصي لمصلحة تغيير الحكم في إسرائيل بس في إتصالات ما بينهم؟ بدون شك يعني أهل براك جانس أشكنازي يعلون في إتصالات الدم العاطل بين أشكنازي وبراك يعني مشهور معروف المعركة الكبيرة اللي كانت عندما كان براك وزير الدفاع وكان قائد العام للجيش ولازالت هناك ولكن براك قال أنا حاضر أن أتحالف مع قبل أشكنازي ومع الشخصية ولا يوجد عندي أي مشكلة بشرط أن أتحالف لنتعاون لتغيير هذا النظام السيء لدولة إسرائيل لمستقبلها والاستقرار في الشرق الأوسط السؤال هل يمكن أن نرى الأربعة التي الذين ذكرناهم في منافسة وفي الانتخابات الكادمة وفي أي صورة؟ يعني كيف من الممكن أن يكون الاتفاق؟ الاتفاق ضمن حزب قائم أو تحالف يقوم كما كنا كديمة ويأخذ من الأحزاب يأخذ من لبيد يأخذ من حزب العامل أنا واضح أن حسب استطلاعات الرأي الأخيرة من أفلت أو من انسحب من حزب العامل ذهب إلى البيد لم يذهب إلى اللي كود إذا سألتني حسب خبرتي قبل اتخاذ أي قرار سترى هذه الشخصيات النتائج حسب استطلاعات رأي الجمهور الإسرائيلي كيف يستطيعون أن يستقطبوا بأي شكل؟ هل بوجودهم بتحالف واحد؟ هل بتحالفهم في أذرع مختلفة سياسية؟ هل خلق إطار جديد يتحالف مع القائم؟ كل هذه الأمور ستكون مطروحة لأنه انظر ما حصل مع شارون وتغيير الحلب السياسي مع حزب العمل والرجوع عن غزة وإلى آخره أصلاً أحد مؤسسي حزب العمل التاريخيين شمون بيريس انزحب بشارون فأنت لا تستبعد بأن هؤلاء القياديون يقوموا بأي عمل بعيداً عن المطامع الشخصية بعيداً عن الإيجو مع أن هذا موجود في السياسي ولا أحد يستطيع أن ينكره ولكن لا تستبعد حصول هذا الشيء نظراً أو بعد فحص عميق جداً للرأي العام الإسرائيلي وعندها يتخذ قرار قد يكون فيه التغيير واليوم هذا الموضوع ملح لأن الكثير منهم يرى باستمرار نتنياهو في الحكم كموضوع ولكن السؤال ما الفارق في نهاية الأمر بين الأربع الذين ذكرناهم وبين نتنياهو يعني في نهاية الأمر نفس الخطوط العريضة هي نفس الخطوط العريضة شوف يمكن بالأسلوب شوف إذا أنت بتسألني من ناحية ضمرية أجابك الفرق بأن الكل يتطلع إلى مصلحة دولة إسرائيل أولاً وآخراً صحيح ولكن هناك رؤية مختلفة الرؤية عند مثلاً خود اليمين الأستيطان الإسرائيلي اليمين حزب بايت يهودي يرى بأنه العرب ممكن أن يستطيعوا في دولة داخل إسرائيل أبارتهاي لا يشتركوا انتخابات يتمتع بكل الحقوق وخلص حتى الفلسطيني ولكن واليمين يعني يرى بأن الأستيطان يجب أن يبقى ولا مجال لإقامة دولة فلسطينية الفرق هو بأن الرؤية السياسية التاريخية عند اليسار الإسرائيلي مع المحافظة على إسرائيل وأمنها أمن أمن إسرائيل هناك فرق تختلف عن الكدس هل هناك استعداد عن الكدس هناك اختلاف يعني جانس على استعداد مثلاً إهود أولمرت في رئيس الحكومة السابق وهذه حقيقة هو من المفاوضات هو من ذهب الأكثر بعداً في قضية الكدس قبل إهود براك إهود براك أعطى ياسر عرفات 97% من الأراضي بما فيه تغيير الأرض مبادلي اسمع مني ما أحكي لك القضية الآن هي الرؤية كيف هن يروا أن يجب أن يكون وضع في عندهم يعني من حيث المبدأ يقاتل من أذي المبدأ بأن يجب أن تبقى إسرائيل دولة يهودية وليس دولة ثنائية الجنسية يعني عرب ويهود وعلى هذا الأساس من هذا المنطق عندهم يعني حاضرين نفسانياً وبكل المجالات إنهم يتنازلوا عن الكثير من الأمور زي القدس كانهم مجال التنافس عندهم كثير منهم وأنا سمعت أراؤهم وعلى هذا الأساس هذا الموضوع مطروح وهذا هو الفرق هذا هو الفرق ليس في يعني إخلاص لدولتهم ومستقبل دولتهم وأمن دولتهم بل بالرؤية لحل سياسي يجب أن يكون بمفاوضات السؤال يبقى ما هو الحل السياسي وهذا سؤال صغير جداً هذا سؤال كبير وهل سيكون مقبولاً على الطرف الآخر هذا هو السؤال هذا السؤال كبير السيد صالح تريف الوزير السابق من حزب العام الجزير شكراً لك على هذه المشاركة نبش الكبور مقبرة طاسو في يافا ومحاولات من جديد للاستيلاء عليها من خلال شركة استثمار يهودياً شهادة التقرير ونعود هذه هي مقبرة طاسو الإسلامية والتي تقع في يافا هي المقبرة الوحيدة التي طبقت لأهالي يافا العرب بعد عام 48 كي يدفنوا أمواتهم فيها لكنها اليوم تتعرض إلى هجمة إسرائيلية شرسة تسعى إلى مصادرة جزء كبير منها بمنتهى البساطة هاي المقبرة اللي فاضلة إنه يعني نسطر فيها جثف أمواتنا وهم السابقون ونحن اللاحقون واللي في مقبرة ما أذكر من من يمكن أربعين سنة اللي بردو أخدوها وصدروها اللي هي مقبرة عبد النبي وبنوا عليها الهيلتون والأوتلات وأخدوها واقتلعوها المقبرة هي عبارة عن 81 دنوم هم اللي شاريين على أول منهم شاريين أربعين دنوم يعني نصف المقبرة يعني الشقة التحتانية وكل الشقة التحتانية هم من ماخدينها وإحنا يعني ردنا إلهم من قولهم هاي المقبرة الوحل اللي تمانين دنوم هم من وقف خاص لمسلمين مدينة يافا لا غير ولا أي إنسان لا يوسي هاشكعوت ولا أتباعهم إلهم حق بهاي الأرض هاي أرض إلنا وإحنا كهالي يافا مستعدين آخر دم فينا نفد هالأرض لأنها هاي دارنا التانية تدعي شركة يوسي هاشكعوت بأنها قد أبرمت صفقة مع متولي الوقف عام 1973 بموجبها اقتنط الشركة أربعين دنوم من أراضي مقبرة طاسو واليوم تنوي الشركة إقامة مشاريع بناء على نصف مساحة المقبرة ذلك على الرغم من تواجد ما يقارب الألف قبر عليها ضربة بذلك عرض الحائط كل المواثق والقوانين الأساسية ألا وهي احترام حرمة الميت وأن لا يجرف قبره بعد مماته شركة يوسي هاشكعوت بأن تسمى يوسي هاشكعوت وأتباعهم شاروا الأرض هنا بسنة 73 من نجنة الأمناء فكل المقبرة هنا واحد وثمانين دنوم هم انشاروا أربعين دنوم منها هم انفكرين ابنوا عليها أشياء والله يعلم من السمالوش يجدهم ابنوا عليها شركة أو مستثمر بفكر أنه هو ييجي ويسلب مننا أو يسرق مننا هاي الأرض اللي بيحكي عليها أنه هو تساوم معها مع ناس ما في عندهم ضمير ولا أخلاق ولا تواضع للإنسانية هذا بعيد عن سنانه يعني ببساطة حتى بدي أناشد بعض الأزطاء اليهود ومنهم الأحزاب الدينية يعني أقل ما فيها احنا شايفين أنه اليهود في كل العالم بحافظوا على مقابرهم أنا كنت في بعته في ألمانيا مع الوزارة التربية والتعليم وحائيم يعني مع نساء ستة يهوديات وأول زيارة زرناها حتى قبل ما نشوف حائط برلين وكيف هدوا أخذونا على مقابر والله وشوفنا أنه كيف كل العالم تحترم القبور وتحترم الأموات إذن لا تقتصر السياسة الإسرائيلية على قلع وتشريد الفلسطينيين الأحياء من بيوتهم وأراضيهم المتبقية لهم وحسب إنما يزعجهم حتى وجودهم كأموات داخل القبور وتسعى بشة الطرق إلى قلعهم منها وهنا تقع المسئلية على أهالية فخاصة والمجتمع العربي عامة بالوقوف على حقهم والتصدي بكل ما أوت من قوة لهذه الانتهاكات فإحنا أصحاب حق وصاحب الحق لازم ياخدوا ولا يمكن أستاذي يضيع حق وفي وراء مطالب هيك علمنا التاريخ ليس إلا مقبرة تاصو في يافا في يافا معي عبر سكايب من يافا السيد محمد دريعي المحامي محمد دريعي رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا المحامي محمد دريعي مساء الخير مساء النور يعني عمليا مقبرة تاصو حسب معلوماتي هي المقبرة الأخيرة التي بقيت للعرب المسلمين في يافا ومع ذلك هناك محاولات الآن للاستلاء عليها كليا وإقامة مشروع استثماري في المنطقة أولا ماذا تقلون هل تسمعني أستاذي؟ فضل نعم أنا لم أسمعك كانت الاتصال متقطعا ولكني أريد أن أوضح بما يخص لجنة الأمناء والصفقة المشبوهة التي تمت عام 73 نحن نقولها بشكل واضح أن المؤسسة الإسرائيلية هي المسؤولة الأولى عن هذه الصفقة المشبوهة وذلك لأن تعيين لجنة أمناء في هذه السنوات وحتى يومنا هذا يتم من خلال وزارة المالية التي تابعة طبعا للمؤسسة الإسرائيلية تم اختيار رجال غير أمناء بشكل مقصود لا يعرفون الكتابة ولا الكتابة وهم من الناس الذين يعرف عنهم أصحاب كأس تم تعيينهم بشكل خاص بهذه المهمة والهدف كان من وراء هذا التعيين سيد محمد على ما يبدو أن الاتصال مشوش سيد محمد نعم سيد محمد سؤالي كالتالي أنا أعرف أن القضية وقيل ذلك في التقرير قضية منذ عام 73 وجرى مفاوضات خلال كل هذه السنوات وحتى على رئاسة روني ميلوفي عندما كان رئيساً لبلدية تل أبيب وجرى عملياً الوعود لكم بأن المقبرة ستبقى في مكانها الآن المستثمرين اليهود ذهبوا إلى المحكمة واستصدروا أمراً من أجل إخلاء المقبرة إخلاء المقبرة يعني عملياً إخلاء ألف ضريح أيضاً صحيح إخلاء أكثر من ألف ضريح وضع حدود مع أسلاك شائكة وإخلاء أكثر من ألف قبر إلى الجهة الأخرى من المقبرة محاولة منهم لاستعمالها لأغراضهم الخاصة نعملياً نبش الكبور نبش حوالي ألف ضريح صحيح صحيح السؤال يعني كيف من صحيح السؤال كيف من صحيح نعم طيب على ما يبدو صحيح اللي فضل إمكانياتنا للنضال هي إمكانيات لنضال بشكل شخصي أستاذي إمكانياتنا للنضال هي نضال نضال جماهيري بأجسادنا وبأرواحنا لمنع أي محاولة لإقتلاع أبائنا وأجدادنا من هذه المقبرة وأيضاً أقاربنا من المدى القريب لأننا نتحدث عن مقبرة وحيدة يتم فيها دفن المسلمين في مدينة يافا لا نتحدث عن مقبرة تاريخية فحسن هي ما تبقى أصلاً هناك كمان في حوالي أربع خمس مقابر تم الاستلاء عليها ومصادرتها صحيح؟ الصحيح نحن نتحدث مدينة يافا كانت أربعين بالمئة منها أوقاف مقدسات وبعد الثمانية واربعين بقية منها ثلاثة بالمئة فقط ومن هذه الثلاثة بالمئة نحن نمنع من استعمال إلا مقبرة تاسو كمقبرة لقبر المسلمين فيها الآن يجري الحديث حتى مقبرة تاسو وهي آخر مقبرة موجودة سيتم الاستلاء عليها يجري الحديث عن سيدنا نستلاء عليها قريباً في الوقت القريب وأنت تقول أنه سنتصدى بأجسادنا وما إلى ذلك ويكننا في قرار محكمة السؤال هو كيف من الممكن إيجاد حلول لمثل هذا الأمر وواضح أن المستثمرين اليهود يريدون هذه القطعة لإقامة المركز التجاري الذي يتحدثون عنه نحن نقول أن المؤسسة الإسرائيلية بما فيها البلدية لم تعدنا بحلول لأنها تريد أن تحسن علينا وإنما لأنه من واجبها فعل ذلك كونها هي المسؤول عن هذه الجريمة فبالتالي هي تحاول إيجاد حلول لتغطية ذرائلها ما كانت في الماضي وليس إحسان منها علينا كمسلمين في مدينة يافا نحن نحكي عن ألف ضريح مرة أخرى كيف من الممكن نبش ألف ضريح ونقل الرفات فيه إشيء هنا غير مكبول للإستعابة لدينا صوابق مع المؤسسة الإسرائيلية وبلدية تل أبيب قامت بنبش كبور كما جاء في التقرير بمقبرة اليوم يقع عليها فندق هلتون سيدنا علي عبد النبي آسف مقبرة عبد النبي يقع عليها في تل أبيب فندق هلتون تم نبش الكبور في سنوات أواخر السبعينات أو الثمانينات فنحن نتحدث عن المؤسسة كلاها صوابك في هذا الموضوع ونحن لا نتفاجأ من إعتاقها الشرعية لكن هذه الفارق هنا سيدي سيدي الفارق هنا أنه هذه ليست مقبرة تاريخية إنما هذه مقبرة لا زالت الآن تشكل المدفن الوحيد لأهالي يافا العرب المسلمين يعني يوميا أو أسبوعيا يجري الدفن فيها هذه مقبرة ما زالت قائمة لذلك هناك حرج عند المؤسسة الإسرائيلية وتحاول أن تساعد بين أقواص المسلمين في مدينة يافا وأيضا لأنهم وجدوا تصدي قوي من مسلمين مدينة يافا تصدي قوي لهذه المحاولات حتى أن أي محاولة من الشركة دخول المقبرة تم التصدي له بشكل قوي المحام محمد ديري رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا كنت معي بسكايب من يافا جلس شكر لك على هذه المشاركة وفي ذات السياق معي عبر الهاتف بروفوسور مصطفى كبهة رئيس معهد دراسات العلاقة بين الأديان في الجامعة المفتوحة بروفوسور مصطفى كبهة مساء الخير مساء الخير يعني عمليا نشهد في يافا وهي يافا نموذج لكل عملية الترحيل والمحو والتشطيب حتى المقابر هنا لم تسلم من كل عملية الشطب المعالم والشواهد التي كانت تقول أن هناك عرب كانوا في هذه البلاد نعم يعني أنت أكيد تذكر تصيدها للراحل توفيق زياد يقول فيها حتى المقابر بعثرت حتى المقابر هذه القضية لا تقتصر عليها فوحدها وأنا أريد أن أخذ رمزي أن نؤكد أنه لا فرق بين مكبرة قديمة ومكبرة مستعملة فاحترام الأموات واحترام المقابر والمقدسات وأمر لا يفرق بين هذين السنتين سيما وأن مئات المقابر المتواجدة في المدن والقرى المهجرة مهملة تستعمل على الأغلب مراعن للأبقار من الكبوسات والمشابين التي تجاورها وفي بعض الحالات يرى أيضا عملية توسيع لمدن ومستوطنات قائمة وهناك مخططات يعني آخرها في بلدية يكنعم معغنت عن خطة جديدة لإقامة حي سكني يدعى ابن بيتك بيدك وسيكون ذلك على حان تيري التاريخي والمقابرة المزاورة له أيضا هناك مقابرة الكسام هناك مخططة الإستلاع عليها أنا تحدثت أنا قلت بأن هناك مئات المقابر ولكن أردت أن نعطي مثالا لما يجري في الأيام الأخيرة فقط سؤالي بروفسور وأنت مؤرخ أيضا من حيث الرؤية النظرة التاريخية إذا أردنا أن نقيم ما جرى منذ سبعين عاما يعني عمليا هناك محهم هناك شطب لكل المعالم العربية الفلسطينية في هذه البلاد حتى إذا أردنا أن نأخذ حيفا وعكا الآن هناك محاولة لعادة تحت أسماء مختلفة التطوير والترميم وذلك إلى شطب هذه المعالم هذه الشواد مدينة يافا بالأساس تم شطب كل المعالم منها أنت كيف ترى هذه الصورة وكيف ترى محاولات هناك جزء من محاولات محوة وجزء من قضية الصراع على الذاكرة والتاريخ والحيز المكاني وكل أشكال الصراع وتنتيد للصراع الجاري يجري بشكل مختلف هناك طرف يملك القدرات ويملك التأثير ويملك النفوذ واللجان المخططة وكل هذه الأمور وطرف لا يملك ذلك وبالمقابل أيضا على مدار سبعين عام جرى المؤسسة قامت بتعيين رجان أوقاف من قبلها غير سموها أمناء وقف ولكنهم كانوا دمى يتم من خلالهم تسهيل وتسهيل هذه العمليات الجارية بما في ذلك الانضاء على بيع مقابر وأوقاف وما إلى ذلك وهذه الأمور يجب أن نؤكد عليها وكذلك استعمال خاص للفتاوى في هذا المكان البروفوسور مصطفى كبه رئيس محا درسات العلاقبين الأديان في الجامعة المفتوحة جديد شكر لك على هذه المشاركة وله وضعنا التالي إحصائيات تقول أنه في عام 2017 حدث في المجتمع العربي حوالي سبعين جريمة قتل بينما تم الكشف فقط عن عشرين جريمة منها وعمليا تسع واربعين جريمة سجلت ضد مجهول حول هذا الموضوع ودور الشرطة في هذا المجال معي في الاستوديو المحامية سهاد آغا المختصة بالجنائيات من وحدة المراكبة العامة في وزارة القضاء المحامية سهاد آغا يعني محصيات ملفتة للنظر عام 2017 عمليا من تسع وستين جريمة قتل بين العرب تم الكشف فقط عن عشرين جريمة يعني تسع واربعين جريمة سجلت ضد مجهول هل هذا يعني هناك تقاعص للشرطة في القبض على الجناء أم أنه هناك أمور أخرى تكيد من عمل الشرطة داخل المجتمع العربي؟ تخيل أن الجواب هو بدي يكون عادة مركب من عدة إشياء واحد من الشغلات أنه تحدث جريمة قتل إحنا كأشخاص عاديين نتوقع أنه المتهم أو القاتل أنه ينمسك خلال فترة زمنية قريبة للحادث نفسه وإنا ما بصرش هذا الإشي فإحنا منعتبر أنه كأنه القضية تقيدت ضد مجهول بالشرطة أو بالوحدات الإشي مش بضرورة هيك عمليا بتصنف في كتير ملفات اللي عمليا بعد كذا سنة ممكن أن يعودوا ويلاقوا أدلة ويقدروا يفتحوا الملف ويقدروا يقدموا لأحد اتهام ضد الشخص اللي هني بيشوكوا فيه قبل بفترة بحدود زمن شلطاني السنة لاقوا بالصدفة اكتشفوا عن طريق قضية جنائية بسيطة إنه قبل 17 سنة نفس الشخص دي ان اي تبعه كان موجود بحادثة قتل بغابة بالقطس وقدروا هيك عمليا يكتشفوا فمش دايما إنه إذا التوقيف أو تقديم لأحد الاتهام ضد شخص معين بوقت متقارب للحادثة بسرش هذا الدليل إنه الملف تسكر الملفات اللي هي الوحدات التحقيق بتقدرش تحط إيدها بالبداية على الجاني هي مبدئيا بتدلها هاي ملفات مفتوحة في حالة إنه في يوم ما واحد توقف على شغلة تاني أو شغلة ممكن تكون شبيها وسعته ممكن عمليا يقدروا يثبتوا عن طريق الدي ان اي أو بصمة الأصبع إنه يقدروا يرجعوا له فيش شك إنه كمان الإحصائيات اللي إندي بتحكي عنها كمان أنا نفسي يعني بتهمني هاي الإحصائيات يعني إن كان كمحامية وإن كان كمان كمواطني بهالبلد اللي كمان بهمني إنه جرائم العنف يكون فيه لها علاج السؤالي هو سيد السهاد هو كالثالث يعني إذا عطينا مقارنة بين الوسط العربي أو المجتمع والمجتمع اليهودي نرى فيه فارق أريد أعطيكي مثال يعني على فكرة الشرطة هي كليل ما تخرج مثل هذه الإحصائيات هذه المقارنات يعني يمكن مش لا صالحة أن تخرج مثل هذه المقارنات ولكن أنا مفتش العام للشرطة قبل أشهر كان في جلسة في الكنيسة قال كالتالي إنه خمسين تلاتة وخمسين في المية من الجرائم التي ترتكب في المشترات جرائم الكتل في المجتمع اليهودي يجري الكشف عنها أخذنا هذا الكلام واعتبرنا أنه إحصائي إذن في عام 2017 إحنا في عنا 75% من جرائم الكتل في المجتمع العربي لم يتم الكشف عنها يعني فيه فارق كبير بين خمسة وعشرين في المية إلى ثلاثة وخمسين في المية مضبوط عندك بس أنت ابتداش تقارن سنية مع سنية تانية بنفس الجلسة اللي هو كان فيها طبعا مش دفاع يعني بس ما أزلت دقة بنفس الجلسة لا لحنا دائما العرب يعني عمليا الشرطة مسؤولة شرطة يعني يعني طبعا لا طبعا عن الشرطة في تقصير لشرطة ولكن نفهم شو اللي عم بصير بس لما نيجي نأعطي معطيات هاي الجلسة أساسا هو ويجي فيها عشان يقول لنشوفه فيش فرق بين بين الوسطة العربي والوسطة اليهودي تلاتة وخمسين أظنة بالوسطة اليهودي ومتغل تسعة واربين في المجتمع العربي ولكن في 2017 تقول ما هو عشان هيك نيجي نقول على 2017 معناته بنا نجيب بمعناته الإحصائيات كمان دمعت الوسطة العربي في 2017 تاني قول أنه أنا مش جاي أجادل بالمعطيات لأنه أنا نفسي ما عنديش أنا أنا يعني كوظيفتي أو كالمؤسس اللي أنا باشطل فيها ما بنعمليش معطيات أنا بس للتوضيح أنا بالمرافعة العامة مش بالمراقبة العامة مرافعة العامة اللي هي عمليا إحنا مندافع على المتهمين فبالتالي معناش حتى إحصائيات فبالتالي معناش كمان إحصائيات إلي إمتى البوليس بفتح وإنتوا ما بفتحش يعني الإشي نوعا ما معاكب بس السؤال يعني البوليس كيفية أو الشرطة كيف تتعامل مع قضية قتل أوكي يعني تبليش قضايا أمنية يمكن خلال أسبوع أسبوع نص أسبوعين يتم الكشف عن الجاني وما إلى ذلك إذا ردنا أن يعني نقول أنه ما فيش يعني الاستخبارات تستطيع أن تفعل ذلك في قضايا الكتل هناك يعني يعني هل هناك عدم اقتراثة هل هناك فيش تجاوب من المجتمع العربي إيش الموضوع فيه هاته نقول هيك إحنا كمجتمع أو كأشخاص عاديين إحنا مقلنا بالملفات الظاهري يعني فإحنا عمليان نيجي بنقدر نقول إنه يا عمليان كان في عملية بعد بقى كم يوم مسكوا واحد بس إحنا نعرفش عن الاشياء اللي ما مسكوش أو عن الاشياء اللي بس بعرفوا عنها إخباريات فيش عملية بمسكوش هاي بعرف الشي ممكن أنت بتعرف أكتر مني أستاذ عزمي بس في عندي إشي برضو لأنا أقوله برضو بالنسبة إحنا كمجتمع عربي يعني بجلسة اللي أنت حكيت عنها جلسة الكنيسة اللي نحكى هناك إنه واحد من عضاء الكنيسة قال إنه إحنا بنعرف مين يجاني بأغلب القضايا طبعا يعني فالجواب كان من الشرطة وإحنا كمان بنعرف إسا شو المقصود بإحنا بنعرف إنه إحنا بنعرف أو الجارة بتعرف مش معناته إنه هذا كافي بالزبط لأدلة ولتقديم لأحد اتهام كتير مرات إحنا كمجتمع عربي وكوسط اللي بالحيز تبعه بتصير جريمي وجرائم إحنا بنكون عارفين أو عنا نوعا ما تصور مين المسؤولي يعني مش بالضرور نكون شايفين ولو شفنا مش بالضرور نروح نشهد ممكن نتكتم لكن هذه من المهمات على الشرطة الشرطة لديها أيضا يعني وحدة استخبارات داخلية تابعة على الشرطة ممكن أن تصل إذا أرادت ممكن أن تصل ما هو أستاذ عزمي هذا تعني أقول بالرمز بالإديال يعني أمني نما أنت ما فيش عندك شهود نما أنا إذا بتسألني مثلا أنا كسهاد يمكن أفكر ألف مرة إذا أجي أشهد على قضية قتل اللي صارت وما فيش غير أنا شفتها صحيح بس أنا دوري أنا مش حاطك دفاعا عن الشرطة لا طبعا ولكن أنا مش دوري أكون مظبوط المخضر للشرطة مظبوط يعني عندها وحدات خاصة فعشان هيك بس هذا نوعا ما بيجي برد على على رد اللي بالوسط العربي اللي بيجي بقولك أنه أنا مش معنى بس حتى في المجتمع اليهودي أيضا يعني ما فيش هناك التعاون هناك في تكتم أيضا يعني إذا قضية خوف من وعفكرة يعني أغلب حالات الإجرام اليوم إما شرف العائلة هذا موضوع آخر أغلب الحالات هي حالات يعني عصابات إجرام مش الحياة يعني العنف مش إنه مظبوط تصفيات بين مجموعات معينة مش إنه هي اللي هي عمليان الحيز الأكبر إذا مظبوط نرجع بنقول مظبوط إنه للبوليس في عنده وحدات خاصة اللي مختصة بس بالتحقيق بجرائم القتل أنا شاركت بعدة ملفات اللي اللي عمليان اللي كان اللي التهم فيها هي تهمة قتل إنه فلان قال لفلان هاي اللي إحنا عمليا إحنا كأشخاص على حسبها إحنا ممكن عمليا نيجي نقول معناته فلان عمل هاي الشغلة بالقانون هاي بتنعد هاي بسموها شهادة يعني زي كأنها إشاعة يعني فما بخدوش بخدوش فيها فإنه حتى حتى بالملفات اللي أنت وانت قلت إنك أنت بالمرافعة العامة ويعني عندك كضايا من هذا النوع يعني كيف وصلت الشرطة إلى المجرمين مثلا من خلال إيش؟ من خلال يعني عملية استخبارات داخل وحدة استخبارات داخل الشرطة من خلال من أجل حدا كان الشرطة أنه مظبوط يعني نسجل على اسم حدا هاي كثير منتشرة مش زي وزيك تليفوننا إذا بتدور عليه في إلو وصل وفي إلو اسم من صاحب هذا التليفون عالة لأن الناس نعم بتروح تعمل شغلة تاخد تليفون اللي بيكون ما إلوش لا أبو ولا أم عن طريق الأرقام التليفونات أو المكالمات اللي صارت لمدة أشهر اتصلوا بكل هاي الناس تنين قدروا يعرفوا من صاحب هذا التليفون مسكوا هذا البني آدم هذا البني آدم بالنهاي هو عوادي اعترفها يعني المقصود أنه الإشي أحيانا ممكن يكون فيه كاميرات اللي بدل أحيانا شريك ممكن ينمسك وهو اللي عمليا اللي يجي وبعد من ضمن التحقيقات عادة مش بأول ولا تاني تحقيق بيجي بعاود وهو بخبر كمان عن بقية شركاءه أو عن شريكه بالقضية وهيك عمليا بتتقدم وأحيانا فيه ناس اللي اللي بتكون مثلا لا لا سمح الله بصير في حالة قتل بين بين بيتين أو بين عيلتين والعيلة المغدورة عمليا شافت مني اللي عمل هاي الشغلة هنا تختلف بزرح هنا تختلف الاشكال يبقى إذا أخدنا مثلا كفر قاسم الاشكال يبقى في قضية يعني أصباط الإجرام هنا السرطة يعني لا أعرف إذا تتجاهل أو تغمد عين أو لا أعرف بالله 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 معانو هؤلاء هي هاي هي هاي هي هاي اللي كانت معروف ميل قاتل جالسة الكنيسة لي انتي ذكرت عمليا هو نفس المفاتيش العام قال معروف قال إنه كمان مش بس إنه معروف قال إنه هو يعني زي ما أنكرش أنه فيه تقاعص يعني فأنا تعني قول مجاي حتى قول إنه لا ما فيش تقاعص بس أنا بقول أنه كمان فيه كمان إشياء تاني اللي مش دائماً إنه إذا الملف ما كانش فيه متهم معناته إنه الملف واحد إنه مسكر ولا إنه عملياً إنه الملف مش معروف مين السؤال بس السؤال بس يعني إنه 25% في 2017 جرى الكشف عن الضحايا حوالي 75% أو 70% جرى تسجيل ضد مجهول هل هذا يعني تقعص أو عدم تقعص أم في ظروف أخرى بس ظروف الأخرى لا تصل يمكن تصل إلى النص خدامة كلها مش لها 25% أو 75% أول إشي السنة هي عمليين مبدئين الحصائيات ماشي بس إنه إحنا عمليين منحكي هنا إنه في عندك إنتي إنتي كل الحكي تبعك عمليين على أساس إنه تقارن مع الوسط اليهودي إحنا مش جايبين ما جبناش الوسط اليهودي من ناحية أرقام بس نفتش عام تقول إنه بحدود 53% يجري الكشف أنا إسرائيل حسب إحصائيات بينه وبين دول تاني هي إذا مش غلطاني حسب كيف أنا اطلعت هي بالتريبة من مرتبة التسعتاش يعني المعدل كنو لكل مئة ألف شخص أقل من يعني اتنين قتلة بس أنا ممكن تيجي تقولي أو أو أنت نفس الإشي بنظرك إنه هاي هاي عدد جدا جدا كبيري إحنا ما بدناش لا تنين ولا واحد إنه إنه ينقتل بس نما بقسوها بدول تاني فهي موجودة نوعا ما بوضع اللي هو تعني قول بالوسط يعني لا هي من بتنعد آمن من هاي الناحية ولا هي تعني قول زي مكسيكو أو زي زي أمريكا اللي عمليا هناك الإحصائيات أعلى المحام يا سهاد أغا المختصة بالجنائيات في وحدة المرافعة العامة في وزارة القضاء جزيز شكرا لك هذه المشاركة أعزائي المشاهدين هكذا وصلنا نهاية البرنامي شكرا لكم دائما متابعتنا على الفيس بك تويتر اليوتيوب التطبيق والموقوع التلفزيون نراكم في حلقة القادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة